يا جماعة طيب الله الرحمن الرحيم مثل ما قلنا يا جماعة كثير يجينا احلام انا حلمت انه جاني هدية هاتف انا حلمت اني اتكلم بالهاتف اول شي يا جماعة الخير هذه كلمة الهاتف انتهى عصرها خلاص يعني هذه قبل 35 سنة 40 سنة كان هاتف لما كان الواحد يشيل السماعة وفي قرص كده تلفه وتتصل في الشخص هذا اللي هو هاتف الاحين صار لها اسماء كثيرة صار لها استخدامات كثيرة ما عاد الهاتف فقط للاتصال او للرسائل الهاتف صار فيه العاب يعني مضيعة للوقت صار فيه الهاتف حسابات بنكية تقدر تشتري تبيع منها تحط التلفور على المكينة تشتري صار الهاتف في امكانك انت تعمل خريطة فيه توصلك عبيتك وليو وصلك عمكان رايح له يا جماعة الخير كل المواضيع اللي راح شرحكم اياها في البث الحي وخلافة تصب في نفس المنبأ حلم بدون تفاصيل وبدون ذكر حالة اجتماعية وصحية ووظيفية صحيحة حلم ناقص لا يمكن تفسيره واذا فسر يكون ضربة حظ يعني يا يجي يا ما يجي انا مستغرب الياسين يبعثوا احلامهم انا صدق لكم انا ما افسر في بداية البث انا افسر بعدين بعد ما اشرح نقطة او موضوع هنا اول شي نشوفه في الحلم ما هو استخدام الموبايل او الهاتف او الجهاز النقال اول حاجة هل انا كنت بتصل فيه معناتها انا ابحث عن شي ابحث عن وظيفة ابحث عن شخص لزمان ما كلمته اصل رحم هل الهاتف جاني انا طب جاني انا عطور شفت الشاشة وردت ولا كان في رنة الرنة تحذير معناتها قد يدل انه هذا تحذير على فرصة قد تضيع او قد يدل الرنة هذه على ان الشخص يحذرك من تحذير من هذا الشخص انه ممكن سبب لك مشكلة او زعل او حزن طيب نرجع نشوف يا جماعة طيب الله رحمة الرحيم مثل ما قلنا يا جماعة كثير يجينا احلام انا احلمت ان جاني هدية هاتف انا احلمت اني اتكلم بالهاتف اول شي يا جماعة الخير هذه كلمة الهاتف انتهى عصرها خراص يعني هذه قبل خمسة وثلاثين سنة اربعين سنة كان هاتف لما كان الواحد يشيل السماعة وفيه قرص كده تلفه وتتصل في الشخص هذا اللي هو هاتف الحين صار لها اسماء كثيرة صار لها استخدمات كثيرة ما عاد الهاتف فقط للاتصال او للرسائل الهاتف صار فيه العاب جيمز يعني مضيع على الوقت صار فيه الهاتف حسابات بنكية تقدر تشتري تبيع منها تحط التلفور على المكينة تشتري صار الهاتف في امكانك انت تعمل خريطة فيه توصلك عبيتك ووصلك عمكان رايح له يا جماعة الخير كل المواضيع اللي راح شرحكم اياها في البث الحي وخلافة تصب في نفس المنبأ حلم بدون تفاصيل وبدون ذكر حالة اجتماعية وصحية ووظيفية صحيحة حلم ناقص لا يمكن تفسيره واذا فسر يكون ضربة حظ يعني يا يجي يا ما يجي انا مستغرب الياسين يبعثوا احلامهم انا صار لكم أنا ما افسر في بداية البث طبعا احنا ما نكر انه لون الموبايل مهم ما ننكر انه ثمنه او نوعيته مهمة وفي عنا حاجة ثانية الكلام الذي يأتيك في الموبايل من شخص بعيد عنك بس تعرفه هو شخص ينقل لك كلام عن هذا الشخص اما خير او شر وبنوع الكلام ما ينقل لك فاغلب البنات او الاولاد يعتقدوا ان اتصال الهاتف من انسان تحبها او من واحد تحبها مثلا ان هذا زواج خلص لا يا اختي الكريمة لا يا اخي الكريمة الزواج لا صفات ولا شكل اخر تماما هو حال الهاتف لما انا اتصل في اي انسان انقله حالة مؤقتة لما اتصل في اي انسان في العالم حتم قولي له حالة مؤقتة سعيدة حزينة مجغولة فاضية عندك مشاكل هي حال هي نقل حال فقط يا جماعة فقط طبعا الشاشة المكسورة هنا مثل ما احد الاخوات بعتبر الشاشة المكسورة مدرشوه يعني ممكن يدل انه خبر حلو بس يخرب عليه امر اخر او شخص اخر ربما يدل على عين او حسد دائما كسر الزجاج بشكل عام يدل على عين او حسد قد يدل على انه الخبر مش اكيد ربما يكون ضعيف لان الشاشة التي تكسر يكون ضعيفة ولازم تعرف كيف الكسر عندك ولجاتك مكسورة اصلا اذا جاءك التلفون اصلا هدية فتحتينا كتير مكسور معناتها الشخص هذا اساسا غير قادر على تفيد كلامه هو وعوده طيب كتير معاني طبعا احنا ما ننكر انه لون الموبايل مهم ما ننكر انه ثمنه او نوعيته مهمة وفي عنا حاجة ثانية الكلام الذي يأتيك في الموبايل من شخص بعيد عنك بس تعرفه هو شخص ينقل لك كلام عن هذا الشخص اما خير او شر وبنوع الكلام ما ينقل لك فاغلب البنات او الاولاد يعتقدوا ان اتصال الهاتف من انسان تحبها او من واحد تحبه مثلا ان هذا زواج خلص لا يا اختي الكريمة لا يا اخي الكريمة الزواج لا صفات ولا شكل اخر تماما هو حال الهاتف لما نتصل في اي انسان انقل له حالة مؤقتة لما ينتصل في اي انسان في العالم حتى ينقل له حالة مؤقتة سعيدة حزينة مجغولة فاضية عندك مشاكل هي حال هي نقل حال فقط يا جماعة فقط طبعا الشاشة المكسورة هنا مثل ما احد الاخوات بعطر الشاشة المكسورة مدرشو يعني ممكن يدل انه خبر حلو بس يخرب عليه امر اخر او شخص اخر ربما يدل على عين او حسد دائما كسر الزجاج بشكل عام يدل على عين او حسد قد يدل على انه الخبر مش اكيد ربما يكون ضعيف لان الشاشة التي تكسر تكون ضعيفة ولازم تعرف كيف تكسر عندك ولجاتك مكسورة اصلا اذا جاءك التلفون اصلا هدية فتحتي لك مكسور معناته الشخص هذا اساسا غير قادر على تفيد كلامه ووعوده